هذه الدورة التي تهدف إلى تعريف البشاركين في الرقابة على مراحل عمليات لاستفتاء الدستوري بمهارات وآليات الرصد والرقابة حيث خرج المشاركون فيها على مدار يومين بتوصيات قدمت إلى الكونريك والحكومة وشركاء البلاد الفنيين والماليين أهمها ضمان حسن سير مهمة المراقبة وأمنها وتسحيل تنصيق الانتشار في مختلف الدوائر الانتخابية لتسحيل تنقل المراقبين في مراكز الاقتراء لضمان سلامة وسلاسة تنفيذ المهمة فضلاً أن تقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني في إطار تعزيز الديمقراطية رئيس المرصد للحقوق والحريات في تشاد فرانك ناكينغار خلال خطابه الختمي قال إنه من الضروري اتخاذ موقف سلمي حتى تتمكن الحكومة والشركاء الفنيون والماليون من إعادة تنشيط مرزمات المجتمع المدني من أجل اندماجها الفعال على جميع مستويات العملية الانتخابية الديمقراطية حتى يتم إجراء الانتخابات التجربية لتصبح حقيقة من خلال القرارات التي يتخذها الشعب ومن أجل الشعب مضيفا فرانك ناكينغار بأن الديمقراطية العميقة فعالة وعلى جميع المستويات بحيث يتمتع المواطنون بالثقة ويتصرفون في انتخابات شفافة وديمقراطية وسياسة هرّة ترجمة نانسي قنقر